السلام عليكم خوتي تهياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا منسى وخوتنا الليف الغربة راح نتكلموا على موضوع مهم موضوع وهو ابعاد رياض محرز عن قائمة مانشيستر سيتي ابعاد عن قائمة ثمانتاعش لعب في مقابلة مهمة ومهمة جدا مقابلة ينتظرها الجميع مقابلة عندها نسبة مشاهدة عالية في العالم باسره ضد ليفربول مقابلة مهمة كما قلت الشيء الاخر ابعاد حسب موقع مانشيستر سيتي ابنينك المقرب لي لي مانشيستر رونيتد ومانشيستر سيتي يقولوا باللي سبب الابعاد هو المداورة يعني يحبين يدور يدوروا يجرب اللاعبين المداورة باش اللاعبين ما يتعبوش لكن الكلام هذا انا مش مقتنع به لماذا لعدة اسباب المداورة تخلي رياض محرز في الاحتياط في البنك مقبولة هذي المداورة تخليه يريح في البنك مقبولة ويتقبلوها الناس كامل وعادي عادي عادي جدا لكن ابعاد من من قائمة ثمونتاعش لعب ابعاد من قائمة ثمونتاعش لعب هذية فيها وعليها هذية فيها وعليها اذا لعب اخر درنا عليه فيديو سابق وتكلمنا عليه وكان غاضب هارلي قاعدو في البنك الاحتياط لما لعب واحد الاربع او خمس مقابلات كان خارج الاطار الا وهو رحيم سترلينك المداورة ما خرجوش على قائمة ثمونتاعش بل وضعو في البنك لانو ما كانش يقدر يعطيه الاضافة صحيح انو رياض محرز نلعب مدة طويلة ولا هو اه مقابلات متتالية وهو اساس تراجع المستوان تعو الله اعلم صحيح انو محرز صحيح انو محرز ما هو شو محرز انو محرز بتاع المراوغات بتاع الكروشي بتاع البتيبون بتاع اللاسيس غايب هل هو مشوج ذهنيا هل عنده مشاكل اخرى خارجية اه هي اللي عنده اللي مؤثر عليه هل النقص احي لاحظنا ان النقص الجانب البدني والاياقة البدنية قلت الدياض محرز هل ربما اه مشاكل داخلية داخل الفريق هل تكتولات الله اعلم لكن انا الشي اللي قلت ودائما اقوله انها سيتي تكسرت منذ مدة مانشستر سيتي تكسرت منذ مدة نظرا الى اه تكتولات اللي داخل الفريق والتكتولات يواجهها اه بيبو كورديولا بتضحية باي لعب من اللاعبين كي لا يحاول يعني اه يلم الشمل لم الشمل بتضحية بلاعبنا اللاعبين وتكلمناها سابقا نقولنا باللي مانشستر سيتي تكسرت بسبب تكتولات اللاعبين اه يحبوا يدير وش يحبوا يعني اللاعبين هما نجوم نجوم كبيرة وما يقبلوش جلوس على الاحتياط وما ويعني فارضين نفسهم وفارضين شخصيتهم على المدبر اللي سيطروا لي صراحة نجوم مانشستر سيطرت على بيبو كورديولا وخلاص خرجت يعني بالمخصص المفيد يعني المجموعة خرجت من يد بيبو كورديولا خلاص ما عليش يقدر يتحكم فيها لكن قلتا ونعودها فودان والله راح يمسل لين خاصة راح يمسل لين كان خارج اطار في اكثر من خمس مقابلات الموسم اللي فات 2019 لكن مرة واحدة جلسوا احتياطي مرة واحدة تم جلوسوا احتياطي بينما رياض محرز خارج المجموعة خارج المجموعة انا هنا ما نش ندافع نقولكم رياض محرز ظلموا وعندوا لعب انا نعرف باللي رياض محرز مستوى تعوى نزل في ماشا السرسيد الاسباب الله اعلم لا اعرفها هل سبب راجع لمشاكل داخلية بين اللاعبين هل مشاكل خاص تخص رياض محرز وحياته شخصية هل هذه المشاكل تخص رياض محرز اثرت على مستوى تعوى الله اعلم لكن الشيء الاكيد انه منطقيا العقل ما يتقبلهاش انه لاعب تخرجوا من قائمة 18 بينما لاعب اخر كان خارج الاطار هو راح يمسل لينج الموسم اللي فات وما خرجوش من قائمة 18 بل مضعو في الاحتياط على هالذي كاراني نتكلم اليوم وباللي ما كانش مساواة وعدل انا عارف باللي رياض محرز يمر بفترة صعبة انا عارف باللي رياض محرز مستوى تعوى نزل انا عارف باللي بيبو كورديولا اعطاه العديد من الفرص لكن من رجعوش من خرجوش من قائمة 18 اللاعب بل اضعوه في الاحتياط مثل ما عملت مع السيرلينج الموسم اللي فات اذا هنا ما كانش الكفة متعادلة يعني مش متوازنة الكفة غير متوازنة بين السيرلينج ورياض محرز رياض محرز موسم اللي فات كان دار موسم رائع بينما وكان جلسه في الاحتياط بينما السيرلينج لعب واحد اربع او خمس مقابلة خارج الاطار تم وضعه كاقصى حد في الاحتياط لكن لم ينزع من قائمة 18 هنا الكفة غير متساوية مش سيرلينج يقول المدورة انا منامش بها المدورة الله واعلم اسباب تراجع مستوى رياض محرز الله واعلم نتمنى التوفيق لرياض محرز وكل لاعب المتخب الوطني في الاخير متقانع مع مجزين الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة